في حياتها قال تعض مجلس محافظة بغداد جسومة لزريجاوي أن مجلس الوزراء لم يراعي في الآليات والضوابط التي أرسلها لمجلس المحافظة قضية تعيين المحاضرين وتثبيتهم على الملاك كونهم يعملون في الوزارة منذ أربع سنوات بشكل مجاني هناك اختلفت القضية على قضية آليات التعينات لكون لدينا آلية التعينات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حقيقة لا ترعى قضية المحاضرين فكانت هناك نقاط وضعت من قبل مجلس المحافظة ومحافظة بغداد لأجل مراعاة المحاضرين هذه الشريحة المهمة والأساسية الشريحة التي عملت لسنوات دون يعطاهم الفرصة الأساسية والمهمة بالله عليك بس اسمحي سجة سومة الخضيج من التسعين ومن الألفينات ومن الفين وعشر وشليدك من الفين وثلاثة واربع والفين يعني هذا ابن الخالب وين يروح الله يرضى عليك الكل معنين لكن قضية المحاضرين لهم خصوصية لأن خصوصيتهم أنهم أربع سنوات وخمس سنوات يعملون مجانا شكرا شكرا